لقد كان لكم في رسول الله إسعة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا إنه محتاج إلى مثل هذه القوانين التي تتحكم وتبين له كيف ينبغي أن يتعامل وكيف ينبغي أن يتصرف في وقت الشدة وفي وقت الرخاء والإنسان حقيقة مهما يكون من أمره ومهما كان وضعه لاجتماعي في هذه الحياة فإنه واحد من الأنواع الثلاث هو واحد من الأنواع الثلاثة إما أن يكون الإنسان غير متذين لا دين له يحتكم إلى أهوائه ونزواته وشيطانه وإما أن يكون له قانون لكن هذا القانون ينظمه من هو مثله من بني جنسه وإما أن يختار دينا من الأديان فهو إن اختار النوع الأول فهو اختار أن يعيش حيوانا أن يعيش كالبهيمة الفرق بينه وبين البهيمة والأنعام أن جسمه هو جسم البشر أما أفكاره ونزواته وأهوائه وأفعاله فهي كأفعال الحيوانات إن لم يكن أضل كما قال القرآن الكريم وإن اختار النوع الثاني بحيث فوض أمره لمن هو مثله ليقنن له قوانين تنظم له حياته وشأنه كيف يتصرف مع نفسه ومع زوجه ومع أبنائه ومع بني مجتمعه ومع المسلمين ومع غير المسلمين لاش كأن مثل هذه القوانين هي أقل درجة من النوع الأول لأن بعض هذه القوانين فيها شيء من المصلحة فيها شيء من الملفعة وإن كانت قاسرة وإن كانت لا تلبي كل ما يحتاجه الإنسان في هذه الأنواع من التعاملات لأنه يبقى هذا الذي يقنن إنسان بشر يصيب ويخطئ يقنن بناء على معطيات ثم يتراجع عنها بناء على معطيات أخر ولذلكم تلاحظون الآن ونحن نعيش في ظل هذه القوانين أننا في كل مرة نحتاج إلى تجديد وإلى قوانين جديدة تنظم لنا حياتنا لماذا؟ لأن الذي قنن القوانين هو إنسان والإنسان بطبعه قصير النظر ولا يبقى أمام الإنسان حقيقة إلا أن يختار النوع الثالث وهو أن يكون متديناً أن يختار ديناً الذي قال عنه القرآن الكريم ومن يبتغي غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين إن الدين عند الله الإسلام هذا الإسلام أيها الأعباء الذي ارتضاه الله لكل البشرية لليهود وللمسيحيين للنصارى للمسلمين إنه الإسلام رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الحديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلماً هكذا قال إبراهيم وهكذا قال موسى وعيسى عليهم أفضل الصلاة وأذكر التسليم وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التزامنا بهذا الدين هو هذا التدين الدين هي هذه الأصول التي تنزلت من عند الله عز وجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم والتدين هي هذه الأفعال التي يقوم بها الإنسان بناء على هذه المرجعيات ولذلك فإن التدين أو المتدين ليس معصوماً لكن الدين معصوم لا يمكن أن تجد خطأاً أو تناقضاً في القرآن أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن يمكن أن تجد ذلك عند المتدينين ولذلك فإن الخطوة تحاولوا أن تسلط الضرء حسب ما يصنعوا به الوقت على نوعين من التدين هناك تدين إيجابي وهو الذي تحتاجه الأمة وهناك تدين سلبي وهو الذي ينبغي أن نعمل جميعاً على إزاحته من حياتنا ومن مجتمعنا ومن بيوتنا ومن مساجدنا ومن مؤسساتنا تلاحظون جميعاً أيها الأحبة أن بعض من لا دين له من الملاحدة من العلمانيين من الذين يستوردون كل ما هو سلبي عن الغرب ولا يستوردون لنا مع الأسف الإيجابيات عند الغربيين الغربيون لهم إيجابيات نحن نريدها ونريد أن تكون في بلداننا بحيث نتقدم إلى الأمام ولكنه مع الأسف هؤلاء لا يستوردون إلا ما هو سلبي يستوردون لنا كل ما يقتل التدين عند أبناء هذه الأمة ولذلكم تلاحظون وتقرؤون في وجوههم رغم الأموال التي تعطى لهم من الخارج ومن الداخل ورغم التكريمات والحوافز والتشجيعات وما إلى ذلك لكنهم لا يشعرون بأمان ولا بسعادة ولا بطمأنينة لأنهم بعيدون على التدين لأنهم يعملون ضد التدين وصدق الله حين قال ومن عرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حصرتني أعمى وقد كنت بصيرة قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى